كثيرون يسألون عن الحكمة من الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ليس هناك حكمة ظاهرة لنا ولكن الأحاديث صحيحة في الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل الأحاديث صحيحة أما الحكمة فلم ينص عليها الله أعلم في ذلك من العلم من يلتمس ويقول إن الإبل فيها شدة فيها طيش والوضوء يهدي هذه الشدة والطيش لأن الذي يأكل لحمه يتأثر بأخلاقها وطيشها وكوتها وغزتها فإذا توضى فالوضوء يدفئ ذلك يدفئ هذه الشدة والقسوة والطيش لذلك شلع الوضوء وقالوا بدليل أن هناك فرقا بين رعاة الإبل ورعاة الغنم رعاة الإبل يغلب عليهم الجفى والغلة والشدة لأنهم تأثروا بالإبل وأما رعاة الغنم فيغلب عليهم الهدوء والطمأنينة والسكينة لأنهم تأثروا بها وكذلك كان الأنبي عليه الصلاة والسلام يرعون الغنم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رعاة الغنم وقال ما من نبي إلا رعاة الغنم وهذا هو أساس الفرق والله أعلم والحكمة في الوضوء من اللحوم الإبل وترك الوضوء من اللحوم الأغنام ترجمة نانسي قنقر